في الوقت الذي تواجه فيه القيادة الفلسطينية أصعب مراحلها على مر التاريخ وتقف وجها لوجه في مهب قرارات متتالية تعصف اتباعا بالقضية الفلسطينية من الإدارة الأمريكية وأعوانها وأمام لأتي فلسطين برفض واشنطن كراع وحيد للمفاوضات يحاول ساكن البيت الأبيض استخدام سياسة العصى دون الجزرة وليس أبعد من ذلك قرارها بخفض تمثيرها لدى الفلسطينيين عبر دمج قنصلياتها في القدس مع السفارة الأمريكية قرار لم يكن الأول من نوعه بل سبقه قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وإقفال الممثلية الفلسطينية في واشنطن وقف مساعداتها للسلطة والأنروا وعرقلتها لجميع الجهود الفلسطينية في مجلس الأمن والأمم المتحدة هذا القرار يعني أن قنصليات القدس العامة والتي كانت تمارس بحكم الأمر الواقع مهام السفارة لدى السلطة الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو في التسعينات ستحل محلها وحدة تسيير خدمات الفلسطينيين ضمن السفارة وبحسب المراقبين فإن هذه الخطوة تأتي في ظل حياز كامل لدولة الاحتلال ولإجبار الفلسطينيين على التعامل المباشر مع السفارة في القدس ومن ثم رضوخ العملية للقرار الأمريكي الإدارة الأمريكية زعمت أن الهدف من دمج القنصلي بالسفارة هو زيادة التأثير والكفاءة الأمريكية وليكون هناك هدف دبلوماسي أمريكي واحد ولا يعتبر ذلك تغيراً بالسياسة الأمريكية تجاه القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة مؤكدة أن هذا قرار داخلي إداري فقط حسب وصفها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اعتبر ذلك بمثابة المسمار الأخير في نعش دول الإدارة الأمريكية في صناقة السلام وقول ذلك يشير إلى رفض الإدارة الأمريكية أن يكون للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره